أصاب الجفاف أراضيهم فحرموا من الزرع وفقدوا مواشيهم وباتت الحياة في مناطقهم مستحيلة هكذا هو حال البدو الرحل في محافظة المثنى حيث قرروا ترك بيئتهم مكرهين واتجهوا إلى مركز المدينة وأطرافها بحثا عن سبل العيش ليضطروا إلى السكن في العشوائيات الموطن البديل لهم والذي لم يكن أفضل حالا من البادية لتستمر معاناة هؤلاء المواطنين يقول عدد من سكان بادية المثنى إن ما جرى ويجري لهم سببه الإهمال الحكومي فالجهات المسؤولة في المحافظة لم تقدم لهم أي مساعدة للبقاء في ديارهم ومهنهم كما لم تساعدهم بعد مجيئهم إلى المدينة قربنا للولايات في سبيل نروح نجيب وجبتنا نجيب مسواقنا أقرايب للسوق وذبنا نروحنا هنا بتقاعد تجاوزها ماء ماكو بتشول همقربنا هنا للماء هذا ظلنا هنا نحن منتظري لالله وأهل الرحم لا وضعيف لا عندنا كل شي ما عندنا وجبة ماكو وظلنا الله وكي لك بيت ما مرتاح ما تعرف إليك مو إليك وين نروح بعد ما عندنا قدرة للبر بعد للبادي يا ندب أنا رحنا من خلصة الغنم ظلنا جاعدين لا وظيفة ولا عندك عسكري كل شي ما عندنا والله تشوف الساعة حتى الخدمات مكو لا كهربا لا ماي إلا هسا حدنا قلتنا النفايات قلت نجيب بلدي هنا كل شي ما تجيب نزوح سكان بادية المثنى خلال السنوات العشر الماضية إلى المدينة شكل أكبر ظاهرة عشوائيات لم تتحرك الحكومة لحلها إلى اليوم لا عند فلوسه لهذا والله العظيم قمنا نرمم ها شو هطين هذا ونخليه فوق عوائين وين نروح بعد وبجانب الإهمال الحكومي لأوضاع سكان البادية بعد نزوحهم إلى المدينة فإن سوء توزيع الموارد على السكان وغياب التخطيط الاستراتيجي عوامل أخرى أجبرت سكان البادية على البقاء في العشوائيات رغم شظف المعيشة فيها